هذا وقت احتفلت اليوم عدد من الدول بعيد الفطر المبارك بعد تأكد من رؤية هلال شهر شوال بحسب الموقع الجغرافي لها وتماثل عطلة العيد عند المسلمين إداناً بإقامة الصلاة والفرحة وتبادل الزيارات العائلية مع تحر الدول لرؤية هلال شهر شوال تباين حلول عيد الفطر المبارك في بلدان العالم بحسب الموقع الجغرافي على المعمورة اليوم احتفلت عدد من الدول بأول أيام عيد الفطر ومن أبرزها اندونيسيا وماليزيا وباكستان والهند وبنجلاديش في تجمعات كبيرة وواسط شعور بالارتياح لتمكنهم من الاحتفال بحرية بعد رفع معظم قيود جائحة كورونا وفي اندونيسيا أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان أدت الحشود صلاة العيد في ملعب عند مجمع الجامع الأزهر في جاكرتا كما في الهند شارك اليوم مئات المسلمين في نيودلهي في صلاة عيد الفطر في المسجد الجامع أحد أكبر المساجد في الهند ومثلت عطلة عيد الفطر عند المسلمين في باكستان يوم السبت إيذانا بإقامة الصلاة والفرح وتبادل الزيارات العائلية وفي دولة بنجلاديش أدى اليوم الملايين صلاة العيد بعد الانضمام إلى عائلتهم حيث يسافر عدد كبير من السكان من المدن الكبرى إلى القرى في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بالعيد